قلق الذي أحدثه الخبر عن طفرة جديدة لكورونا انتشر أسرع من الفيروس لكن الحكومة الألمانية تطمئن وزير الصحة الألماني يانسي شبان حاول احتواء الشائعات حول الطفرة الجديدة مؤكداً للناس نقلاً عن خبراء الاتحاد الأوروبي بأن الدراسات حتى الساعة أثبتت أن لا تأثير لسلالة الجديدة على فعالية اللقاحات تطمين سبقه تحذير شديد من وزير الصحة البريطاني مات هانكوك لكن بالعودة إلى تهديئة النفوس صرح اختصاصي في علم الأحياء الدقيقة السريرية لصحيفة جيرزلين بوست بأن الطفرات ليست بالأمر الجديد على الفيروسات وهو موضوع متوقع مشيراً إلى أن فيروس سارس كان سجل آلاف الطفرات ومؤكداً أن معظم الطفرات التي تطال فيروس كورونا غير مهمة